أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى حرصت دولة على التحفيز وإشراق القطاع الخاص في البرنامج الثاني من المنظومة الجديدة للمخلفات والخاص بعقد الإدارة وعمليات التشغيلة كما تعمل الحكومة بوزارتها المعنية في المنظومة على رأسها وزارة البيئة بروح الفريق الواحد لتحقيق نتائج سريعة لأرض الواقع في مستوى نظافة الشوارع جاء ذلك خلال توقيع محافظة الإسكندرية محمد شريف وشركة الخدمات البيئية الحديثة عقد تقديم خدمات النظافة وتدوير المخلفات بحضور وزير التنمية المحلية هشام أمنى